في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقها للسياسة العقبية الحديثة احتفلوا نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الإخوة المسيحيين بقدس عيد القيمة المجيد بدور العبادة المسيحية الموجودة داخلها والتي أنشأتها وزارة الداخلية تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار الحرس على إقامة الشعائر الدينية تنساب ترانيم عيد القيمة المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل حيث يقام قداس عيد القيمة داخل دور العبادة المسيحية المقامة بهذه المراكز والتي صممت كمثيلاتها بالخارج لإقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية ويأتي إقامة القداس تزامنا مع إقامته بالخارج وسط حضور من رجال الدين المسيحي للإحتفاء مع النذلاء وفي إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان في السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية داخل هذه المراكزة والتي أحدث إنشاؤها نقلة نوعية في المنظومة العقابية في مصر ببرامجها التأهلية والرعاية المقدمة للنذلاء طبعا شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا لكتار الحماية المجتمعية على مشاركتهم معنا الأعيات في مواعدها فدي لمسة وتدي معايير مهمة جدا للإنسان إن حقوقه متكملة الموضوع بيفرق نفسيا مع المزرق خالص بيحس إن الدنيا بتبقى أفضل لهم شوية بيحس إن هم موجود أكنهم يعني موجودين مع أسارهم بنشكر طبعا الدولة على وسعادتها وأسهمها إنها بتحاول يعني تسعد كل إنسان موجود وكل نذيل موجود هنا في مراكز إصلاح والتأهيل وقدم شيوخ الأزهر التهنئة للنزلاء المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وهو تجسيد للنسيج الوطني الواحد الذي تنعم به مصر نرضع الله عز وجل أن يحفظ مصر حكومة وشعبا مسلمين وأقباط من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وإرجاف المرجفين وخيانة الخائنين وكل عام وحضراتكم بخير ونتمنى لكم كل الخير طبعا ده بيعكس روح المودة والمحبة والألفة بين شركاء الوطن جميعا يعني أي أن كانوا مسلمين أو مسحيين يعني فرحة كبيرة بين النزلاء لإقامة القداس بالتزامن مع إقامته بالخارج ما يشعرهم ببهجة العيد الذي سيطرت أجواؤه على المكان بعد أن تم إعداده وتجهيزه لهذا الاحتفال الذي يسهم في تعزيز القيم الدينية والروحية لدى النزلاء ويسم بالفكر والسلوك كأحد أدوات التأهيل تمهيدا لدمجهم في المجتمع بجد أنا بشكركم جدا على تعابكم معنا النهاردة أسعدتنا جامد أنا وأخواتي دي لفتة طيبة وأسعدتنا وغيرت نفوسنا لأفضل كل النزلاء وأسعدت كل الناس الموجودة وبصراحة شكرا 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 على كل اللي بيحصل وقام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع كحك العيد على النزلاء وهو من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تمهينا النزلاء المسلمين جمع عيدوا علينا بصراحة النهاردة وكانت معايدة جميلة جدا وما بتفليش نحبه خالص على الشارع زي ما كنا هم بيبدلون المعايدة ونحن بيبدلون المعايدة ونشاركهم فرحاتهم ونقول لهم كل صنعهم طيبين وشاركناهم كمان في الزينة والذكور المعمول في الكليسة هنا وحابين كلنا نحتفل مع بعض دور العبادة هي أحد المتطلبات الأساسية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لتقويم سلوكيات النزلاء وهي بيئة مناسبة لإحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية كأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان والتي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحنة مصر كل سنة المصريين طيبين بخير كل سنة مطالبين رؤية إصلاحية متكاملة وحديثة تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تعتمد على الارتقاء بسلوكيات النزلاء الفكرية والدينية وتتماشى مع المعايير الإنسانية لحقوق الإنسان وتعتمد في أحد محاورها على إحياء المناسبات الدينية عبدالله بركات التلفزيون المصري